كذلك بناء على أمر سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتكريم كل العاملين بالصفوف الأولى والصفوف المساندة قرر مجلس وزراء بتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأضوية وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ورفعت اللجنة توصياتها بطرق وقواعد هذا التكريم وسوف أطلب من الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية الأخ بدر الحمد بالحديث عن هذه التفاصيل